وهنا بقى الرسالة الجمهوري النادي الاهلي خلوا بالكم يا جماعة الناس بتسأل دايما على موضوع المدرب وعلى موضوع الصفقات وإحنا مباري حتكلمنا على موضوع المدرب وقلنا ان شاء الله بإذن الله قريبا حيتم الاعلان والنادي الاهلي ماشي في معادلة صعبة جدا عامل الوقت مهم وفي نفس الوقت الاختيار الأنسب أهم خلي بالك آه انت عايز بسرعة تجيب مدرب عشان تلحق وتبتدي الموسم وفترة الاعداد خلال الفترة اللي جاية والدنيا هتمشي ازاي دي حاجة مهمة جدا بس الاهم منها انك تختار صح من ازاي مثلا ما حصل في موضوع سوارش كان مش موفق النادي في اختيار سوارش وبتحصل فأكبر الاندي تمام لكن في نفس الوقت المعادلة دي ان شاء الله بإذن الله يكونوا نكحين في ان هم يحققوها لكن جزئية الصفقات والناس تقول هش معنى الاهلي ما بيعلنش عن الصفقات هو الاهلي ايه مشكلته هو الناس ليه مش بتتحرك الناس ليه ما بتجيبش لعيبة هم راضين بالقايمة اللي عندنا وكلام من ده خلينا ناخدها جزئية جزئية اول حاجة القايمة اللي عندنا يا جماعة قايمة قوية جدا هل ده معناه ان احنا مش محتاجين صفقات لا طبعا محتاجين صفقات وبالتحديد الصفقات الاجنبية هي الاهم خلي بالك من كلامي واحدة واحدة انا بتكلم معاك دلوقتي الصفقات الاجنبية هي الاهم اكيد هيكون في صفقات محلية بس مش كتير عشان تقوي فرقتك لكن نقطة الاهم واللي لازم الناس كلها تاخد بالها منها ان احنا عندنا اغلى لعبين في مصر اغلى لعبين في مصر واي حد بيلبي استشارة الاهلي باللوجو ده بتاع الاهلي هو لعيب غالي جدا اولا عنده جمهوره جمهور النادي الاهلي ثانيا عنده تصويقه يعني الاهلي لو عايز يجيب لعيب وفي صفقات الابدولية والاهلي مثلا شايف انه ممكن لعيب فلاني يخش في الصفقة دي او كلام من ده ده مش تقليل من اللعيب ده ده ممكن يكون لعيب غير موفق وحتى لو هو غير موفق فجمهور الاهلي بيقدره جدا وهو غالي عنده جمهور النادي الاهلي لكن محدش حييله دراعي النادي او ممكن الاهلي يكون محتاج بعض العناصر لسد بعض الصغرات في القايمة عادي مفيش مشكلة هتسعى واحد حاول تجيبها لكن تلو دراعي مش هيحصل لان انا اصلا عندي لعيبة كويسة انا اصلا عندي لعيبة هي الاغلة في مصر بص مفيش لعيب فاي نادي اغلى من لعبة النادي الاهلي لو احنا بنتكلم على القيمة التسوقية او بنتكلم على امكانياتهم حتى لو مش موفق مع الاهلي ممكن فيه لعيبة تيجيب تبقى موفقة جدا وفي لعيبة في بعض الفترات تبقاش موفقة حتى لو مش موفقين لا دي لعيبة غالية وفلوسها كتير واي حد عايز يجيب لعيب من نادي الاهلي لازم يدفع فلوس كتير فالاهلي ما بيتلويش دراع وكامل الاحترام لكل الاندية وكل اي نادي ليه الحق انه يحافظ على بيما دي ما ينفيهاش اي نقاش لكن في نفس الوقت في نفس الوقت اسلوب لو يدراع وعايز فلان وعلان وهم اللعبة الاساسية عندك في الفرقة ده كلام يعني مش هيحصل مش هيحصل الاهلي كبير تمام باسمه بجماهيره طبعا قبل اي حد وبلعبته الرجال واحنا عندنا لعيبة رجال وهم اكتر ناس هيرضلوا في الموسم الجديد على اي حد بخلاف الصفقات اللي انت حاجبها مش معنى كلامي يخلي بقىك ممكن واحد يقولك دلوقتي بص بقى امير طالع من خلال شاشة القناة الاهلي يقولك معنى كلامه ان ما فيه الصفقات الاهلي حاجبها لا طبعا هنجيب صفقات الاهلي كمان محتاج صفقات انا بقولك هو الاهلي محتاج صفقات فيه تدعمات كويسة وفيه عناصر مميزة هتنضم للفرقة على مستوى الاجانب كمان تحديدا بخلاف الاجانب الموجودين عندك انت عندك ديانج فيه حد زي ديانج مفيش لو انت عايز تجيب ديانج ده دلوقتي من بره لو هو مش في الاهلي هتدفع فيه كم بامكانياته دي وبقدراته اللي ما شاء الله عليه هتدفع فيه كم واحد زي علي معلول لو انت عايز تجيب واحد زي علي معلول دلوقتي هتدفع فيه كم انت عندك لعيبة كتير جدا تقيلة ممكن الصورة بالنسبة لنا احنا كجماهير دايما بنبقى الصفقات بالنسبة لنا موضوع مغري جداً اللي هو أنا عايز أطمل على فرقتي فأي الله الصفقات هاتلي فلان وهاتلي علان وهاتلي كلام من ده بس القصة مسهلة الموضوع فيه دراسة كبيرة جداً مش بيمشي بشكل عشوائي فلازم أنت تبقى مركز في الموضوع اللي زي ده آه الصفقات بنبقى متلهفين عليها ونفرح بيها لكن الأهم إن احنا نفرح بفرقتنا آه الصورة بالنسبة لنا للموسم اللي فات بيينت لنا إن ممكن يكون الأهلي لا وحش وكاي ما كنت لها وحش وكامل وده كلام مش حقيقي هي اللعبة تعتسان فاتت اللي أخفقت في بعض البطولات هي هي اللعبة اللي جاءت بطولات قد كده وهي اللعبة اللي احنا كنا بنسعى وراء تعاقد معها وجم وأضافونا كتير قوي أضافونا كتير قوي فالثقة كل الثقة فيه وكل الثقة كمان في العناصر اللي حتيجي وحتيجي ما تقلقش اسبر بس والكلام اللي أقول لها ده أقول لها نفسي والله عظيم أصبر شوي تمام فدي حاجة مهمة جدا عندنا كمان بيرسي تاو بيرسي تاو من اللعبة المميزة اللي ما كانش موفق في موضوع الصفقات وبما إن يا جماعة سواريش مشي أنا حقول لحرارتكم حاجة أعتقد إن هي سر يعني بالنسبة للبعض يا محدش كان يعرفه بيرسي تاو لما رجع من إصابة العضلة الأمامية وشارك مع النادي الأهلي فكان فيه الجهاز الطبي قال للرجل سواريش يا مستر سواريش بيرسي تاو ما قدرش يشارك أكتر من 60 دقيقة ظروف المطش بقى مثلا أو رؤية المدير الفاني دي حاجة ترجع له بس في المطش ده اللي كان من المفترض بيرسي تاو ما يشاركش أكتر من 60 دقيقة الشارك 94 دقيقة بالوقت والضايع فالإصابة تجددت فالناس ظلمت بيرسي تاو أخيراً وإصراره على إثبات قدراته لمين؟ لجمهوري النادي الأهلي الجنل اللي تلغى بالمناسبة بتاع بيرسي تاو في مطش فاركو لو تفتكروا كم الروح والحماس اللي كان عنده هو رأيه يحتفل مع جمهوري النادي الجنل اللي كان صحيح ده الفديحة اللي حصلت لما رأيه يحتفل مع جمهوري الأهلي ده واحد عايز يقول يا جماعة أنا هنا أنا حظي كان سيء بس الموسم الجديد هتشوفه واحد تاني بإذن الله واحد أحد انتظروا بيرسي تاو في الموسم الجديد إلا إذا مثلا حصل حاجة جاء عرض مثلا مغر الكلام من ده الأمور مش كاله لكن حتى الآن بيرسي تاو مكمل وكل الدعم ليه للأجانب فحددعم باتنين مثلا أجانب تانين مع الثلاثة دول عشان يبقوا خمسة وبإذن الله نكون موفقين في الاختيارات الصائبة فالملفات كتير محتاجة مسندة وصبر مننا محتاجة مسندة وصبر